وللمزيد تنضم إلينا من برلين ريهام السهلي مفادة أكستر نيوز أهلا بك ريهام وبداية يعني أهمية مشاركة مصر في حوار بيترسبرج المناخ خاصة طبعا وأنه مصر حتستضيف مؤتمر كاب 27 في نوفمبر القادم نعم أهلا بك شادي وبكل مشاهدي أكستر نيوز بالفعل التوقيت مهم للغاية شادي هذا التوقيت الذي يسبق تنظيم مصر واستضافتها لقمة كاب 27 قمة المناخ في شهر نوفمبر القادم في مدينة شرم الشيخ مشاركة مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي في حوار بيترسبرج للمناخ هذا العام هو أو هي مشاركة مهمة هي تمهيد لهذه القمة التي تستضيفها وتنظمها مصر هذا العام ويعني سيكون هناك كلمة مهمة للسيد الرئيس غدا يعرض فيها رؤية مصر وأفكار مصر وخططها من أجل التعامل مع التغيرات المناخية وتأثير ذلك على دول العالم فالتوقيت مهم للغاية وكما أعلن بيان رئاسة الجمهورية مصر ستكون يعني غدا لديها رئاسة مشتركة لهذا الحوار طبعا بالإضافة أو بجانب ألمانيا بسبب زي ما كنا بنقول حالا أنه مصر مستضيفة القمة القادمة في مدينة شرمشيخ التوقيت هام للغاية مش بس لأنه مصر بتستضيف القمة ولكن أيضا لأن الوقت الآن يعني في هذا الوقت هناك تحديات كبيرة يعني ظروف التي يعيشها العالم الآن والعملية العسكرية في تحديات كبيرة بتواجه عدد من دول العالم وقضية المناخ يجب أن تكون يعني تحت خلينا نقول تكون في دائرة اهتمام رؤساء وقادة العالم اللي كتير منهم ممثلين في هذا الحوار شادي طيب يعني على صعيد العلاقات المصرية الألمانية هي علاقات متميزة للغاية يعني من المقرر طبعا أن تشهد زيارة رئيس السيسي لبرلين لقاء مع المستشار الألماني أولف شورس وعدد من المسؤولين الألمان يعني كيف يعني يرى المسؤولون في ألمانيا وأيضا أصداء هذه الزيارة للرئيس السيسي إلى العاصمة الألمانية برلين أصداء الزيارة بالتأكيد يعني هناك اهتمام بالغ من الحكومة الألمانية بزيارة ومشاركة الرئيس السيسي في هذا الحوار أيضا هناك اهتمام أيضا يعني في الصحف في الأعلام بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركته في هذا الحوار زي ما كنت بتقول العلاقات المصرية الألمانية علاقات يعني طويلة ممتدة علاقات فيها كثير من التعاون الكثير من التقارب في وجهات نظر في عدد من الأمور مصر وألمانيا كل منهما هي دولة مهمة في محيطها الإقليمي وفي المحيط الدول المحيطة بها إن كانت مصر فهي طبعا مفتاح الشرق هي قلب المنطقة وهي أيضا مفتاح الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا أما بالنسبة لألمانيا فهي أيضا في قلب أوروبا تربط الشرق بالغرب الشمال بالجنوب في أوروبا وهناك علاقات ممتدة الحقيقة أنه كمان هذا العام تحديدا يعني تحتفل مصر وألمانيا وأطلقوا شعار مشترك احتفالا بسبعين عام على بداية العلاقات المصرية الألمانية هذه العلاقات زي ما كنا نقول ممتدة عبر سنوات طويلة وربما شهدت أيضا طفرة بشكل كبير خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد في مصر هذه هي بالمناسبة الزيارة السابعة للرئيس السيسي لألمانيا منذ توليه الرئاسة وهي الزيارة الأولى له منذ تشكيل الحكومة الجديدة علاقات قوية متينة توافق في وجهات نظر في كثير من الأمور مثل محاربة الإرهاب مثل الأوضاع في الإقليم في الشرق الأوسط أمور مثل ليبيا تم بالتأكيد التوافق في كثير من وجهات النظر الخاصة بيها قضية الشرق الأوسط أيضا خليني أقول أن هناك احتفاء بمشاركة الرئيس السيسي في هذا الحوار وزي ما كنا بنقول تمهيدا للقمة القادمة في مصر يا شادي أنا بشكرك شكرا جزيلا ريهام الساهلي مفادة أكستر نيوز إلى العاصمة الألمانية برلين